السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا أصحابي معاكم مصرد ومن قراتكم تأسيس وحدانا في البيت النهاردة ان شاء الله يا أولاد هناخد ذكر جديد من أذكار الصباح المساء والذكر ده يا أولاد هنقوله 3 مرات صباح هنقوله كم مرة 3 مرات صباحا يعني بعد ما نصحى كده الصبح ونتوضى ونصلي نبدأ نقول يا أولاد الذكر ده مع أذكار الصباح والمساء علشان ربنا يحفظنا ويحمينا ونبدأ يا أولاد نسبح ربنا ونحمده عدد جميع المخلوقات اللي في الأرض وعدد جميع الكلمات اللي ربنا خلقها وده طبعا عدد كبير جدا يا أولاد لا خسرة له يعني ما لهش نهاية قولوا وراء يا أولاد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورده نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورده نفسه ورده نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومدادة كلماته ومدادة كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورده نفسه ورده نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومدادة كلماته ومدادة كلماته برافو عليك يا أصحابي يبقى سهل يا أولاد ولا مش سهل سهل جدا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته برافو عليك يا شاطرين لازم يا أولاد نقول كل يوم ثلاث مرات الصبح كم مرة؟ ثلاث مرات الصبح برافو نفكر ماما دايما بي ونبدأ نسبح ربنا ونحمده علشان ربنا يحبنا والملايكة تكتب لنا حسنات كتير جدا وكمان نكتبه على ورقة كده ونعلقه في قدتنا علشان ما ننسوش أبدا تمام؟ تمام يا أولاد أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته